يثم شابوبا التوحيدة بالشيخ نهار اثنين جام في تولد التوحيدة بالشيخ في واحدة من اكبر عائلات راس الجبل التابع على الولاية بن زرد امها كانت تنتمي لعائلة بن عمار المعروفة في العاصمة بالعراقة والثراء لكن فقد التوحيدة في عمور صغير اللي اهم من فلوس الدنيا لكل فقدت ولدها عاش التوحيدة بالشيخ مع اخواتها لولاد الزوز وامها اللي كانت حريصة بش تقدم لولادها احسن اسلاح يواجهوا بيه الدنيا التعليم كيمة البنات كيمة الاولاد دخلت توحيدة لمدرست لسرخ في نهج الباشا وانتحصلت عام 1922 على شهادة الابتدائية بعد واصلت دراستها الثانوية في ليسي اغمو فييار وتحصلت عام 1928 بامتياز على شهادة البكالوريا وكانت اول تلميذة تونسية مسلمة تتحصل على الباك التخصص في الطب كان حلم توحيدة لكن كيفاش تنجم تحق وما فماش كلية الطب في تونس تقررت تتوجه للدكتور بيوغني مدير معهد باستور بش يمكنها من تحقيق حلمها دكتور بيوغني وزوجته كانوا مبهورين باسرار توحيدة وعزيمتها وقروا يساعدوها في التنقل البريز وينتحصلت على ديبلوم في الفيزيك شيمي والبيولوجي الشي ليس محلها تنتحق بكلية الطب في بريز وينتحصلت على الدكتوراه ووليت أو ولت بيبة تونسية واختصت في طب الأطفال توحيدة بالشيخ وبالرغم من تأقلمها الكبير مع الأوساط العلمية والثقافية في فرنسا إلا أنه هدفها كان واضح الرجوع لتونس نداء الواجب واجب البناء وواجب العطاء للبلاد كان أهم من الأحلام الشخصية 1936 توحيدة ترجع تفتح يدتها في تونس تحديدا في باب منارة الوقت ذاكا ما تنجمش للتحق بالمستشفيات اللي كانت أغلبيتها تحت يد الاستعمار عام 1955 قريب الاستقلال يتم تعيينها على رأس قسم الولادة بمستشفى شعنيكول بمدينة تونس عام 1970 تتحمل مسؤولية تاريخية في إرساء التنظيم العالي واحد من أكبر رهانات البلاد وقتها مدة صغيرة بعد تتنقل على رأس قسم الولادة في مستشفى عزيزة عثمانة حتى سن التقاعد عام 1977 توحيدة بالشيخ كانت أمرأة علم لكن زاد أمرأة قلبها كبير وقدمت من غير حساب أست أكثر من جمعية كما جمعية الإسعاف الاجتماعي وقت الحرب العالمية الثانية الجمعية اللي كانت وراء بناء دار أيتام عام 1950 نفس العام اللي أست فيه زادة جمعية لقماطة تونسية للعناية بالرضى من أبناء العائلات المعوزة وكانت عضو مؤسس في إقامة لجنة الإسعاف الوطني ومع هذا الكل توحيدة بالشيخ كانت عندها مقالات مهمة في أول مجلة أسبوعية نسائية اسمها ليلى توفيت توحيدة بالشيخ نهار 6 ديسمبر 2010 ورحلة أحياتها أثبتت أن الحرمان دافع لمواصلة الكفاح أن الواجب تجاه البلاد حلمة نبيلة تستحق أنك تدافع عليها عمر كامل هذه توحيدة بالشيخ للي ما يعرف هاش أسمع منه هذو مولاد البلاد اللي البيرح قدوة لحلام غدوة شابوبا توحيدة بالشيخ يثم شابوبا ترجمة نانسي قنقر